اشتركوا في القناة لما رجع البيت لقى امه في حد تخلص منها ويكون الشخص ده هو اب شينج ومصدوم يهرب بسرعة ويفضل فو يصرخ على امه ويبكي ويقول بعد ما بوك تخلص من امي امتى هتكوني معايا عشان تدفعي تمن اللي هو عمله وتفوق شينج على صوت تليفونها وتكون الاخبار والناس سيد فو والسيد جي عندهم مقابلة علشان خطبته مع بنته وكده هيقدروا يتعاونوا مع بعض بعد الخطوبة واول ما يدخل فو تسيب تليفونها بسرعة يحضنه ويسألها لو خدت حبوب منع الحمل تقول له طامن انا هقوم بواجباتك عاشيئة ليك مش هيكون عندي اي طفل غير شرعيين منك او يضايق حياتك الجديدة مع سيدة بي فيمسكها جامد ما تنسيش انت مجرد لعبة اشترتها بالفلوس فتقول له مش ناسية فيمسكها اكتر اكتر حاجة بقرهها هي شكلك المثير للشفقة ويبعدها ويمشي وتقول ثلاث سنين من البكاء ودلوقتي هقدر اصيبك بعد شهر وبعدين تروح الشركة وتسمع كل الموظفين بتكلموا عن خطوبة السيد فو مع السيدة بي هو عمره ما كان قريب من اي بنت ابدا بس السكرتيرا شينج هي الوحيدة اللي معاه وكانوا فاكرين انه مش بيحب النساء فتقول لهم لي ان الزه يحب واحدة زيها واول ما بتدخل بيشوفوها يسكتوا بسرعة وتدخل اللي فو وتكون معا بي وتدله المستندات فتقول لها بي اكيد انت السكرتيرا شينج وتسلم عليها انا خطيبة فو انا دايما كنت بسمع عنك وانك دايما مع فو وانك واحدة جميلة اخيرا شفتك هو انش عندك حبيب ما تردش فيقول لها فو ما تتكلمش كتير مع ناس مش مهمين فتغضب تقول لها بس بسأل وتمسك ايده لان اخويا ما عندوش حبيبة وهو بيحب السكرتيرا شينج فيقول لها وبيحب اي بنت يشوفها فتقول لها بي هو انت مجوبتيش على سؤالي عندك حبيب ولا لأ فتبص الفو وتقول لها لأ ويكون فو غضبان من رده وبيحس ان في حاجة غلط بينها وبينه ولما تمشي توقفها بي عشان تاخد رقم تليفونها انا فعلا اللي قلتقول لك صح اخويا ما عندوش حبيبة ومعجب بيكي ممكن قدمك ليه في قرب وقت فيقول لها هو ابن عمه انا لمدة 3 سنين كنت بجري وراها والحد الوقت ما حبتنيش فتقول لها بي انا فهمت غلط هو هو اللي بيحب ويقول هو لشنج انها هتروح معا بالليل في حفلة مع اصدقائه ييجي فوق لا مش هتروح لان عندها شغل وتمسكوا بي وتحس هي وهو ان في حاجة غلط لكن شنج بتقوله ان هي فاضية بالليل و هتروح معاه واول ما يمشو يمسكها فوق هو لطيف معاكي صح ما تروحيش معا النهاردة فتقوله مين قلطف منه معايا انت صح في البيت انا حبيبتك موجودة معاك علشان تكون سعيد لكن في الشركة علاقتنا مجرد رئيس وموظفة لانت بتختاركون معا مين او اعمل ايه فيصرح اسكتي ويقرب منها تبعده ويحذرها لو حاولت بس تكونوا رايبة منه ولا هيدفعها تابن ان هي تخونه فعبتغضب وتمشي وهي خارجة تشوفها بي وهي مسكرة قابتها تتصدم فيخرج فو انت هنا ليه تقوله انا هنا علشان اشوفك تسأله بي عشان كده رقبتها حمر فتقول لها شنج ايو انا عندي حساسية من الوشاح اللي انا لبساها وتمشي ويتقرب منه بي عايزاي يروح معاها عشان يختار فسطان خطوبتهم لان الخطوبة قربت وتروح شنج للحفلة اللي اللي هو عليها لكن بتكون اتأخرت فيقول لها ان اصدقائه ما كانوش مصدقين ان هيقدر يخليها تروح الحفلة ولانها اتأخرت لازم تشرب تلك كسات فيشربهم هو بدلها وكل الموجودين فيه شخص بيحس ان هو شافها قبل كده يسأل فو هي دي السكرتيري بتاعتك تتصدم اول ما تشوفه فيقول لها انت مش قلت انك مريضة ومحتاجة ترتاح في البيت يسألها هو هو انت مريضة ويلاحظ علامة على رقبتها فتخبيها وتقوله دي حساسية لكن كل الموجودين مش بيتحدقوا لان واضح ان هي مش علامة حساسية ودي علامة حد قرب منها لكن هو بيقول لهم لأ ما حدش يقول كده عليها اكيد دي حساسية وتيجي الإزازة عليها وتختار الحقيقة ويسألها واحد منهم مين اول شخص في حياتك يبصلها فو جامد وهو وتفتكر قبل 3 سنين كان اول شخص ليها هو فو ويقرب منها بسبب الاتفاق اللي بينهم وتاني يوم فو بيقول لها ان من النهاردة هتعيش معايا في البيت وهو هيروح لها كل فترة ويقربها انا مش بحب البنات اللي بتعصيني وتخلص ذكرياتها فتقولهم ان هو مش موجود هنا ويكون فو غطبان جدا من كلامها وترجع البيت تلاقيه مستنيها فيقول لها ساعة عشر ونص انا توقعت انك هتأخري عشر دايق بس فتسألوا ازاي دخلت هنا يقول انا كنت معاك المدة 3 سنين ازاي مش عارفة النظر اكون في اي مكان حتى لو كنت فاكرة ان مقدرش ادخله ويمساكها بقيت جريئة عشان كده غيرتي مفتاح الباب وكمان روحت مع هول حفلة افتكر انه قلتلك انه بكره البنات اللي بتعصيني وياخدها الغرفة ويقرب منها ليه رحت للحفلة هي عشان علاقتنا تنتهي خلاص بتدواري بصلع الرجل تاني هو هيصرف عليك كام فقدر الدهملك ما تقلقيش مليون عشرة مليون تقولوا الموضوع مش فلوس بس بس اعتقد انه هو افضل منك يصرخ ويقول لهم ترخيصة فتقول له انا حقيرة ايوة انا كنت معاك لمدة 3 سنين هيكون ايه يعني غير كده فيغضب عليها اول مرة ليكي كانت مع مين ما تردش قولي كانت مع مين فتضربه علاقتنا هتنتهي بعد شهر واحد بس ليه ما تسبنيش امشي يمسكها يا سيبك ما تفكرش حتى ان انا سيبك حتى لو انا مليت منك وما تنسيش اخوك السيء وامك المريضة اللي في المستشفى انا هقدر يخليها تعرف انت بتعملي ايه بو مكالمة واحدة بس فتضربه انت واقح يقول لها ايوان اواقح ويقلع الكرافتة ويقول لها فكيلي زراري الاميس وتفوق على الرنب تليفونها وبيكون التليفون من بي عشان تجرب فستان الزفاف لطلبته ويفوق ويديها منع الحمل لانه مش عايز اطفال منها عشان ممكن اطفالها يكونوا زيئين زيها وبعدين تروح مع بي عشان تيس فستان الزفاف بتاعها وتدخل بي تيس الفستان وتقول جه الوقت اللي فو يتجوز فيه وتتفرج هي على الفستان وتفتكر قبل ثلاث سنين كانت بتدور على قلم ويقع منها في مكتابه ويدخل فو ويشوفها وتدحرك جدا لما شافها وتمشي بسرعة ولما كانت وقفة في المطر وجي فو ودها الشمسية علشان يحميها من المطر ويجي يمشي تمنعه ويدخليه وفي معاة تحت الشمسية وبتقول لها العاملة هناك اسيه تقول لها انا بتفرج عليه بس وتيجي بي وتقول لها ايه سلفستان ده مناسب علشان تكوني وصيفة في الفرح بتاعي وتمسك ايديها اكيد مش هترفضي تكون الوصيفة صح وتدخل تقيسه ويجي فوه وتوري باي فستان زفافهم يقول لها جميل وتقيس شنج الفستان وفجأة تلاقي فوه وراها انت هنا ليه اخرج بسرعة يرفض ويحضنها وانت بالفستان اجمل عروسة انا شفتها في حياتي تقول له عروسة كبرة لو اكتشفتنا مش هتقدر تهرب من الموقف ده فيمساكها اكتر انت بتحب تعملي مشاكل من النوع ده ويحاول يقرب تمنعه ارجوك ما تعملش مشكلة وتكون بيه وتدور عليه وتروح تشوفه في مكان اياس فستان شنج وتفتح السطرة لكن ما تلاقيش حد ويكون فوه واقف بعيد ويبدأ يفتكر لما كان مجروح في الشارع وهي انقذته وبعدين تقدمت في الشركة كاسكرتيرا وكان سعيد جدا لان هي اللي انقذته وكان لما بتكون بتشتغل وقت متأخر تنام على المكتب كان بيغطيها هو وبعدها شافها ماشية في المطر رح وراها ودها المظلة وبعدين اكتشف من معلوماتها ان هي بنت الشخص اللي تخلص من والدته ويقول ليه انتي بنت الشخص ده وبعدين بتمضي بيه على وراء استلام الفستان وتمسك ايد شنج من اول مرة شفتك فيها وانا حبيتك رغم ان فوه عنده موظفين كتير لكن انتي اسكى واحدة فتقول لها شنج لو عايزة تقولي حاجة قليها فتقول لها بيه ان فوه شخص كويس وبيكون دايما حوالي بنات كتير عايزين يلزأوله زي الدبان وبيستخدموا حياة حقيرة عشان يقربوا منه انا مقصدش انتي طبعا انا عز انك ترقبية عشان اعرف كل حاجة بتحصل معاه فتبدأ ديه وتقول لها انا مجرد سيكرتيرا لو اكتشف اني بعمل كده اكيد هيطردني فتقول لها انا مش هخليك تعملي كده ببلاش لو اكتشفتي بنت بتحاول تقرب منه هديكي مليون ويجي فوق ويكون باصص عليها هي وبس وتمسك بيه ايده وتقول له انه يجي يتعشف بيتها النهاردة لان اخوها عايز تكلم معا عن مشروع الفندق فبيوافق ويسأل بيه هي السيكرتيرا هنا ليه وكأنه مش عارف ان هي موجودة فتقول له بيه ان هي موجودة عشان تجرب معايا فستان الزفاف فتلاحظ علامة حمراء على رقابته يقول لها دي ارصت حشرة والحشرة دي كانت مش مطيعة فتقول له بغضب اكيد بيتك نضيف من الحشرات افتك انك كنت في مكان قذر ما ترحش المكان القذر ده تاني وتكون شينج غضبانة لانها بتشتمها وهي مش عارفة تقول لها ايه وان فو هو اللي بيضايقها ويشتري فو الفستان اللي عجب شينج وبعدين وهم بيأكلوا بيرمس رجليها تتخد وتقول لها بيه هو الاكل مش عجبك تقول لها فتكر انها تعبت فجأة فيقول لها فو لازم تروح المستشفى وتعملي فحص عشان ما تتعبيش وانت بتشتغلي تسألها بيه انت لمش بفقاري في الجواز رغم ان سنك 26 سنة فتقول لها لان عيلتي مش مستقرة ومش هاضرة فكر في الجواز دلوقتي فطارد عليها بيه تقابل صحبها اني لسه هيرجع من الصفر لكن شينج بترفض لانها عايزة تركز على شغلها وبس تستغرب بيه لاني دي تاني مرة بترفض انها يتقابل حد تسألها وانت بتحبي حد وتسأل فو انت كمان بتحب شينج يتصدمه وفاجأة يجي هو ويمسكها ويقول انا دايما بجري وراها وإحنا سوا فيبص فو بغضب وبتمشي معه واتجي لها رسالة من فو انه مستنيها في البيت وانه هو محضر لها هدية ويقول لها هو انه كان قصد يقول انه بيحبها قدام بي لانها بتشوك جدا ومش بتكون متطمنة وهي شفاكة طول الوقت مع فو انا بس حبيت اشيل الشك منها فتقول انا عارفة وتشكر انه هو ساعدها وبيحكي لها زمان ان فيه بنت كانت بتحاول تقرب من فو فعقبتها ومن الوقت ده محدش يقدر يقرب منه ابدا وانها بتعمل اللي هي عايزاه لانها البنت الوحيدة لعيلتها وهم مدلعينها حتى اخوها مجنون زيها كده في تصرفاته وحاولي ما تدقيهاش فتشكره على النصيحة يمسك ادها ما تشكرنيش انا بحبك وعايز اهتمي بيك طول حياتي فجأة بيجي لها تصال من المستشفى لان فيه اشخاص بياخدوا امها من هناك تروح بسرعة وتنقذها ويقولولها ان اخوها مدين ليهم بالمرة التانية بسبب لعبه المالها الليلي ولو هي ما سددتش الفلوس هيبيعها هي امها فيسأله هو عن المبلغ يكون خمسة مليون فطرفض تديهم اي فلوس والمرة اللي فاتت تديدهم كمان لان اخوها شاية هو المدين مش هي لكن بسبب ان اخوها هرب ما عارفوش يوصلولو وقبل ما يهرب قال لهم ياخدوا الفلوس من اخته شنج ولو انتو ما دفعتوش الدين ويقرب هستخدمك كتسديد الدين فتبعده يقول له يعني انت مش بتلعبه مع رئيسك ويمسكها فيقول له هو ان هو يدفع الدين ويددهم الفلوس تحاول تاخد الكارت لانها مش عايزة هو يتورط معاها يبعدها الشخص ويمشي ويطامن عليها هو بسبب الوعب وتبص لامها وتبكي وبعدين يوصلها هو تقوله ان هي تسدله الفلوس فيقول له انا عارف ظروف عيلتك وقد دي اخوكي دايما كان بيلعب في المالها وانت مش دايما اللي عتصلاحي كل حاجة ويرض عليها ان هو ينقل امها المستشفى افضل ويمسك اديها ممكن تسمحيه اللي اهتم بيك ابو امك فتقول له انا افكر يحضنها ويطامنها ان هو ينقل والدتها المستشفى افضل ويكون فوم استنيها ومع اسوار اهدية فاجأة بتجيل رسالة بصورة هو وهو حاضن شنج ولما ترجع البيت يمسكها جامد ويقرب انا قلتلك استنيني في البيت ليه بتعصي اوامري روحتي فين انتي وهو تقول له ما تدخلش في حياتي اللي بعمله ما يخصكش فيقول له الطريقة اللي بتعملي بيها دي بتخليني زي المجنون ويلمسها تبعد وتضربه ما تفكرش ان كل الناس واقحة زيك فيمسكها شكلك مش فهم انت مين انا هساعدك تفتكري وياخدها للحمام وتصرخ سبني ويرش عليها مية لانه خايف يكون هو قرب منها ولازم تفهمي ان بعد كده مش اكون كويس معاك ما تروحيش اي مكان مع اي حد فتقوله انا مش اكون تحت رحمتك تاني يمسكها اصدق ايه وبيجي ليه اتصال انه هو عايز انقل والد تشينج من المستشفى فيخليهم يدخلوها جناح خاص ومحدش يقرب منها الا بإذنه وتحاول تاخد من التليفون علشان تلغي اللي هو بيقوله فيبعدها اهدي وتركع عليه وتتوسل ارجوك فيقومها عشان ما تركعش ويمسح دموها انت عارفة ان بقرع انك تتوسلي لي من دلوقتي اتأكدي لو هتفضلي جنبي والدتك هتاخد افضل علاج فتوافق وتفضل جنبه وان هي مش هتمشي بعد شهر ويقرب منها او تفضل هي تبكي فاجأة تدخل عليهم بي وتضربها ويمنعها فو تضربها تاني كفاية انا قللت منها انا خطبتك وانت عايز تحمي بنت تانية يقولها مش داي ما انت فهمها تقوله ايه اللو انا فهمها غلط انا شفتك وهي بتغويك وفاجأة يدخل هو ويطامن على شنج ويقول لي بي ان هما مش ممكن يتنمروا عليها كده دابتي انا وحبيبتي شنج لكن انا مش عارف هو فو هنا ليه فتقول انا شفتهم وهم الاتنين بيبوصوا بعد فيوريها فو عدسات وتوضح لها شنج انه كان بس بيساعدها تشيل عدساتها علشان ما تجرحش في عينيها انت فهمتي غلط فتعتذر لفو لكن بيسيبها ويمشي ويرفض اعتذارها وتروح وراها وبيحاول هو يعرف لو هي وفو سوا تقول لنا تعبانة ممكن تسيبني الوحدي ويمشي وتوعد على الارض تبكي وتحاول بي تعتذر لفو على فهمها الغلط يقول لنا مش عايز اتجوزك لما تغيرتيش في طريقتك دي هفسخ الخطوبة ويبعدها ثلو انا عارفة انك بتكرها جواز المصلحة عشان الشركة لكن انا هقدر اسعدك في انك تحقق اللي انت عايز وكمان هيتعاون مع شركتك فيضحك بسخرية انا لو عايز الارض عندي طرق كتير كده اخدها بيها ايوا يتهدديني تاني بالارض تقولوا لا انا مش بهددك وتمسك ايده انا بس بحاول اساعدك فيبعد ايديه مش عايز اللي يحصل النهاردة ده يحصل تاني ويكون هو هو اللي كان مخل الرئيس يروحوا للمستشفى عند امها ويعملوا مشاكل هناك ويرجعوا له الفلوس اللي هو دفعها ليهم فادهالهم كمكافأة اللي هم عمروك المستشفى ويشوفوا اخبار عن فو وتعاونوا مع شركة خطبته ويقول شينج هي نقطة ضعفك وتاني يوم في المكتب تدخل له شينج فيطلب منها تقرب منه فترفض لان هم في الشركة يقول لهم مش عايز اقول تاني فتقرب ويمسكها جامد وبيشوف علامة الضرب مكان ما بيضربتها لسه بتوجعت؟ فتشكره على السؤال ويديار اسورة اللي كان مجهزها ليها فتقول له هي دي بقى تعويض عن الضربة قديه انت زاكي عشان تديني هدية مقابل الضربة فيمسكها ما تتكلميش معايا بالطريقة دي ويمسك ايديها ويلبسها الاسورة لكن هي بتبعد انا مش عايزة يمسكها بالعافية ويلبسها لها ويقربها اخوكي جيليا وطلب مني خمسة مليون تتصدم هو انت تتهمله يقرب ويقولها طبعا لازم اوافق على طلب اخه مراطي فتبعده انت فاكر اني مش عارفة انت زاي بتفكر انت بتحاول تاخد اخويا عشان تساومني بي وبكده تعرف تسيطر علي اي فلوس هتدهاله ماليش اي علاقة بيها وانا مش هقدر اللي انت هتعمله لاخويا وتمشي وتخرج تلاقي بي فتخبئ ايديها عشان ما تشوفش الاسورة اللي ادهالها فوق وتعتذر لان هي ضربتها مبارح وانا كانت فاهمها غلط وتمسك ايديها وتديها دعوت خطوبتها مع فو الاسبوع الجاي وبعدين يكون يوم خطوبتهم ويجي اخ بي ويهنيهم على الخطوبة ويهدد فو لو حاول يضيق بي هيعلمه درس وتهنيه صديقتها لانها اخيرا اتخطبت لفو بعد ما كانت بتحبه لسنين وتدخل شنج الحفلة وتعرفها بي على الناس كلها والناضي فتها وكمان سكرتيرة فو ويقولوا الموجودين ازاي السكرتيرة تيجي هنا وبيترياء على ملابسها وبتيجي صاحبة بي وتبعدها اللي بيجي الحفلة الاغنية وبس ليه عزمت سكرتيرة فتقولها هي مش بس سكرتيرة فو دي كمان حبيبة هو وكمان هيتجوزه قريب تقولها صح كلامي فييجي هو يقولها صح انا وهي هنتجوز قريب ويكون فو غطبان جدا وبعدين في الحمام تسألها صديقتها ليه عزمت سكرتيرة دي جميلة جدا مش خايفة تاخد خطيبك منك تقولها ما تلاقيش دي حبيبة هو فتقولها وانتي صدقتي دي بتحاول تبعد عنه وبتستنتك صاحبتها انها اعلنت ان شنجو هو احباب عشان عيلتها لو عرفت ان هو فو بيحبوا نفس البن ها يتردوها ومش هيسمحوا الفو ان يتجوزها ابدا وتكون من لحظة ان فو دايما كان باصص عليهم في الخطوبة علشان يتأكدوا ان هما مع بعض ولا لأ ويخلوا العامل يدوها كاس ويقولها ان سيد الرئيس مستنيكي في الدور التاني ويكونوا بيرقبوهم فتمشي ويمشي فو وراها لكن لما بتطلع وراهم بتلاقي هو وشنج وتتصدم انا كنت فاهمة غالط وتمشي واول لما يلاحظوا ان هي مشيت تشكره شنج ان هي ساعدها ان بيت تشوفهم سوا لانها كانت في الحمام وسمعتهم وما بتكلمه فيمسك ايديها كل ما تحتاجيني دايما هتلاقيني معاك وجنبك فتبعد ايديها وتنزل لان الحفلة تبتدي ويلبس فو ختم الخطوبة لبي ويكون ختم غلي جدا ونادر لكن فجأة بتيجي امهو وتضربها انت بتغوي ابني يتصدم فو انت سكرتيرة عايزة تتجوز الوريس للعيلة يحاول هو يخلي امه تسكت لان الناس ببص عليهم طرفه توقف كلامها وان هي رفضة جوازه منها وتقول لبي اقناعي ابني ما يتجوز من البنت الحقيرة زيها انا عايزة يتجوز بنت عيلة غنية زيك هو بتحتقرها لانها سكرتيرة اكيد بتستخدم وسائل حقيرة عشان تقرب من ابني فيدافع عنها فو وبيقول لها انت كمان كنت بتستخدمي طرق حقيرة عشان تتجوزي وياخدهو امه ويمشي كفاية المشاكل اللي بتعمليها ويحاول فو يتطمن على شنج تمسكه بيه وتمشي وتبكي وتشرب كتير من حزنها وتقع ويقع عليها الكاس فتاخدها الخدام عشان تغير ملابسها ولما تدخل الغرفة تشوف الفسان اللي قسته قبل كده وتلاقي كمان فو ويخليها تلبسه ويقربها ويمسك اديها فان الاسورة اللي اديتهالك قبل كده تقول له ضاعت يقول لها دي اسورة مفيش منها اتنين معمولة علشانك تقول له ما انت كمان اديت لي بيه خاتم مفيش منه اتنين وتبعده فيقول لها ان مرات ابوه كانت سكرتيرا وقربت من والده واتجوزته انت كمان تقدر تعملي كده معايا ويحاول يقرب تمنعه سيبني امشي يبعدها اعزان اسيبك ويقرب وتحلم ان بيه ازيتها لانها معفو وتفوء مغدودة وتلبس عشان ترجع الشغل لكن هو بيمنعها تقول لها انا اسكرتيرا مش اكتر وما ينفعش اخد اجازة زيك ودايما بتكون بتخبي رقابتها ما كان العلامة الحامرة فيقول لها ما تخبيش رقابتك معايا ويوعدها انه هيرضلها الضربة اللي اتضربتها مبارح ويدخل ويكتشف اللي مرات وكانت بتعمله من وراه ويدربها وبعدين الروح يقابل بيه وتاخد منه الجاكت ويدخل يقابل اخوها عشان المشروع اللي بينهم وبتلاقي الوشاح اللي بتخبي بيه شنجر قابتها ويتفق مع اخوها على مشروع الفندق وتقول لاخوها انها شفت الوشاح واكيد في بنت تانية في حياة فوه وبعدين تروح بيه للشركة وفي نفس الوقت بتدخل شنجر مكتب فوه لكن بيصرخ عليها لان المسانتات غلط وتقابل بيه وهي خارجة وتعزمها على قهوة وتديها بيه الوشاح عشان تعرف هو بتعمين وهو اكيد مش ليها لانها عندها حسية من الوشاح وتكون لين هي السبب في غلط المستندات وان لما تلاقي ان شنجر غضبانة عليها تحلف انها تخليها تضطرد من الشركة وبعدين تروح لفول مكتب بعد مصلحة المستندات يمسكها لدايما رائبتك الجميلة ما فهاش عقد انا هجبلك مجوهرات تختاري منها وترفض لان لو حد شاف المجوهرات غالية عليها هيشكوا فيها لانها مجرد سكرتيرة فيقرب ممكن تلبسي لي انا بس في البيت تبعده احترم نفسك احنا في الشركة يقربها ويقولها دي شركتي اعمل لانا عايزه ويقولها ان هو هيقابلها الساعة 7 في المطعم لكن بتكون لين كانت سامعاهم وييجي تصلي بي ان فوه هيقابل بنت في المطعم وتغضب عايز اشوف مين الشجاعة اللي بتغوي خطيبي او بعدين تجاهز نفسها وتقول هو انا بالنسبة لك ايه يا فوه وقبل ما تمشي يجي لها شخص تتصدم ويكون فوه مستنيها هو تروح لين تقابل فوه تتصدم بي اول ما تشوفها ويتصدم فوه ان لين هي اللي جات فتقوله انت مستني مين انا اجمل من شنج السكرتيرة وتحاول تغريه يبعد ويلاحظ ان بي موجودة ويرجع يعود تاني مع لين ويكون اللي مع شنج هو اخوها ويتوسل لي ان هي تساعده فترفض لانها ساعدته قبل كده كتير وبعد بيت ابوه عشان تسدد ديونه وتفضل تبكي لان مش معاها فلوس ومش معاها فلوس غير تدفع بس علاجهم مها ويمسك فوه الشخص اللي قال لي بيه انه هيقابل بنته في المطعم ويرفض يسامحه وكمان يقوله ان بيه طلبت منه يتحقق عن لين لانها اللي كانت معاها في المطعم وتاني يوم في الشركة ييجي لين هدية من فوه وتحاول يضايق شنج بيها وان هي مع الرئيس بس من يومين وجاب لها هدية وكمان مجوهرات بعشرة مليون لكن انت سكرتيرا ومعرفتش تعملي معا اي حاجة فتنصحها شنج ان هي تبعد عنه لكن هي بتهنها هتعملي اي يعني وبعدين يشوفها فوه وشعرها متبهد بسبب لين وتقوله ان هي ما كانش قصدها ينضف لها شعرها يسألها هو انت ليه ما جيتش مبارح تقوله ما ديتش اخرج من البيت لكن هو بيكون عارف ان اخوها في البيت معاها تتصدم هو انت بتتجسس علي يقربها ويقول في نفسه من حصن حظها ان هي ما جيتش مبارح وبعدين تكون لين معا فوه عشان يشتري لها مجوهرات وتحاول تغريه يبعد وتكون شنج معاهم وحزينة جدا ويجي له اتصال من بيه عشان مشرق الفندق فيضطر يمشي ويثبت اشتري المجوهرات لكن لين بتخلي شنج تلبسها العقد وتوقعه عن قصد وتدوس على قدية وهي بتجيبه وتهددها لو حاولت بس تغوي فوه لكن فجأة بتجي بيه وتهنها وتأكد لها ان هي مش تقدر تاخد حاجة منها وبيكون طبعا اصدارة لخطيبها وتمشي وتاخد شنج معاه ويكون فوه قدام قبرة والدته ويجي هو ويقول له هي والدتك لو عرفت انك بتحب البند اللي والدها اتخلص منها هتعمل ايه يطرها تفضل تحبك ويحذره انه يتظهر قدام الناس انه هو يعرفه لانه بيكرهه انه هو ابن غير شارعي ويهدده انه هو ياخد منه الشركة وبعدد تكون شنج مع صديقتها بتغير لها على الجرح اللي الجرحته بسبب ليه وتقول لها ان هي الجرحت بسبب حبيبة فو الجديدة تغضب وتحاول تروح له تزعالها وتمنعها وتقول لها ده واحد حقير سيب الشغل وانا مش تخليكي محتاجة اي فلوس فتشكرها وتقول لها ان العلاقة بينها وبين فوه مش بالبساطة دي وانه عشان مع بنت جديدة اكيد هينساها وهتقدر كده يخليها تمشي ويبعث لها فرصة له ان هي لازم ترجع البيت حالا وهلها يروح يجبها بنفسه وترجع البيت ويكون سكران لكن هي بتكون غضبانة لانه هو منزل برنامج بيرايبها منه وبيعرف مكانها بالزبط فيمسكها ويحاول يقرب تقول له اللي بيننا انتهى يستغرب تقول له انت دلوقتي معالين فيقول له انت مش فاهمة انا بعمل ايه انا بشتريها بالفلوس تقول له يعني انت بتشتريني بالفلوس وتيجي تمشي يمنعها ويقول لها انت ملكيش الحق انك تنهي اللي بيننا ويقرب ويشيلها وتاني يوم يكون بيحلم بأمه وبيندح عليها وقب شنج لما هرب ويفوق مغدود واول ما يشوف شنج يغضب لكن مش بيقدر يعمل اي حاجة ويقول ليه سمحت ان انا قبلك ليه انت بنت الشخص الشجير انا مش عارف اعمل معاك اي حاجة بسبب حب ليكي مش قادر حتى ان تقم منك ويخاف عليها ويغطيها وبعدين بيلاحظ ايديها المجروحة فتقول له ان هي تخبطت فيها ويقول له ان هو عنده اجتماع في مكانها لكن يفسها تروحه وهياخدها معاه وبعدين يشوف فيديو لما كانت لين بتدوس على اديها في محال المجوهرات ويخلي لين تروح له ويوريها السلسلة اللي وقعتها عشان شنج نجيبها من الارض ولما تحول تاخدها من ايده يرميها ويدوس على اديها زي ما عملت مع شنج ويمشي لكن هي بتكون كلها محال سلسلة الغالية وتقول لنفسها انها هي هيكون زوجة الرئيس وبعدين تروح شنجي مع فول الاجتماع ويقابله شياو ويسأله فوق عن حمام السباحة اللي شنجي كان نفسها تروحه واول ما يدخل فول الاجتماع يتصل ببي ويقول لها ان فوق مع بنت ويدخله حمام السباحة الساخن لكن هي بتقعد بعيدة عنه وتغمض عينيها فجأة تلاقي جنبها ويقرب منها وتحاول تبعد يمناها ويقرب فجأة لين بتيجي وبتطرح عليها وتحاول تضربها يمناها فوق تقوله دي بتغويك عايزة تاخدك مني فتمشي شنج عشان تسيبه مع حبيبته الجديدة وما تزعجهمش وتيجي بي وتشوفه مع لين وبعدين تروح للين وتضربها لانها بتغوي خطبها انا شفت كتير زيك تاخذي كم وتسيبيه لكن لين بترفض الفلوس وتخلي الحراس يضربوها عشان تسيبه وتشوفها شنج وتطلب منها بي ان هما ياكلوا سوا وتروح تطمن شنج على لين تبعدها وتقول ان هي هتنتائم منها وتروح شنج لبي لكن بيكون معها فوق فيقولها انتي هنا ليه تقوله انا اللي عزمتها وتدخل لين عشان تضيق بي فتقول لها شنج كفاية تقولها انتي ليه بتدخلي بيننا ولا انتي في علاقة بينك وبين فوق فتتصدم هي وفوق فيصرح عليها فوق لو قلت كده تاني هعطع لسانك وتحط لين علاج لفوف الكاس عشان تكون معاه وبكده تقدر تكون حاملة وتتجوزه ولما تروح غرفة فو تلاقي بي ويروح فو دايخ لغرفة شنج ويقرب منها وتاني يوم في الشركة تسمع شنج اندلين يطردت من الشركة ويكون فوف مكتبه ويفتكر امه وهي بتقوله ان هي هتبنله فندق على ارض نيان وتدخله شنج وتديله المستندات وتسأله عن لين يقول لها مش عارفة انا كنت معاك انت مبارح ويكون عايزي ردلها جميل ان هي ساعدتها مبارح لما كان دايخ فتطلب النهاية تشوف امها فيمسكها انا عارف انك بتكرهيني لان عشان اخليك جنبي بهددك بامك فتقوله احنا بيننا عقد وانت بتدفع مصاريفي لك امي في المقابل ويوافق يخليها تروح لامها لكن بعد يومين وهي راجع البيت بتوقفها لين وتطلب منها تساعدها وبيكون وشها مشوه فترجع تاني عشان تخالي لين تقابل فوق وتقوله ان اللي عمل فيها كده هي بيه وان هي عملت كده علشان كانت عايزة تكون مع فوق فتتوتر شنج لما عرفت كده ولما يرجعوا البيت تسأله انت هتعمل ايه مع لين يقول لها ان لين هي اللي حطت له للك في الكاز عشان تتجوزه بالعافية هي تستحق كده فتقوله يعني بيه خطبتك ممكن تعمل فيها كده يقولها لأ انت مختلف فتقوله ايه الفرق بيني وبينها انا عشيتك الفرق بس ان انا معك من 3 سنين لكن هي من شهر يحاول فهمها ان هو ملهوش اي علاقة مع لين مش زي ما هي فكرة تقوله انت السبب رغم ان بيه هي اللي قزتها لكن انت المسؤول كم واحدة تأذيهم بسببك فيحضنها انا عارف انك خايفة لكن انا عحميك تبعدوا تحميني هتعمل لي عشان تحميني او بعدين يكون فو معا فيديو لما بيه قزت لين ويتصل اخ يان بيها عشان تروح البيت ويكون فو هناك عشان يلغي جوازهم يتصدم ويقولها ان سبب فسخ الخطوبة انت هي قزت لين ودي مش اول مرة تعملها ولما يمشي يهددوا اخوها انه هيلغي المشروع بتاع الفندق علشان ما يفسخش الخطوبة فبيقوله ان الارض اصلا ملك الامي ويسيبه ويمشي فتتحيل على اخوها عشان يسعيدها تتجوز فو وتروح شنجل فو عشان يوديها لولدتها لكن هو بيقولها بعد يومين لانه كان محضر لها هدية كبيرة وبعدين بتعرف شنجل من الاخبار ان فو فسخ الخطوبة فتروح له بسرعة وتحاول تدخله يمنعها الحارس لان فو غطبان لان عيلة بي سحب التعاون بتاع المشروع بتاع الفندق وكمان عمه عايز يخليه سيب الشركة بسبب فسخ الخطوبة دي فتدخله بالعافية ويحضنها يقولها اهتم بي بسبب ان هو حزين فتسأله هو انت فسخة الخطوبة بسببي يقولها لو قلت لا هتعملي ايه تقوله افضل مش عايزة اكون السبب في كده يقولها انت مدينة ليا بكتير تسأله قصدك ايه يحكي لها قصة ويقولها ان كان فيه اميرة غنية جدا ويكون قصده هنا على والدته ادجوزت شخص فقير وبقى هو كمان الملك وبدل ما يحبها حب بنت تانية وخلف منها ابن غر شارعي فتسأله ويه اللي حصل تاني فيقولها ان هي ماتت على ايد اكتر شخص كانت بتصق فيه ويبص لها واني كلها حزن وتكون هي حزينة على الاميرة ويكمل الحكاية وان بعدها ابنها كبر ويعرف بنت الشخص اللي عمل كده في امه وسجنها بكل الطرق معاه وفجأة بيدخل عمه ويدربه ويصرخ عليه لانه فسخ الخطوبة اكيد عملت كده عشان بنت تانية ويجي يضربه تاني تحميه شنج وتيجي تضربه فيها ويروحوا لمستشفى وتكون كويسها يسألها وانت ليه حميتيني تقول له مش عارفة ما فكرتش غرينا احميكو بس ويجي السكرتير ويوريه له اخبار وبي بتبكي لان فو سابها بسبب لين وانها بتستنى يرجع لها ويصلح اللي هو عمل وبسبب الاخبار دي اسهم الشركة بتنقفض ويكون اخ بي بالطريقة دي ما خلي اخته تعمل كده قدام الاخبار عشان يضغط على فو ويرجع عليها ويكون شخص بعت لها فيديو وهي بتأذي لين ووالدة شنج بتكون عملت جراحة تنقل الكلة ويكون فو كان بيدور طول الثلاث سنين على واحد متبرع ليها واخيرا لقاه وعمل لها الجراحة والجراحة نجحت وتتحسن قريم وتكون هي دي الهدية اللي قال لها هدهالك وتشكره فيقول لها زي ما وعدتك لو فضلت جنبي هدي لولدتك كل حاجة خليك جن بنتي وبس ويكون اخي باي غضبان بسبب الكلام اللي بيقولوه على باي بسبب الفيديو ويكونوا مش عارفين مكان لين فين ويتأكد ان الشخص الوحيد اللي هيرف يخبيع منهم هو فوق وبعدين يوصل فو شنج وتمشي فجأة ييجي الشخص ويدرب فوق ويفقد الوعي وياخده وتشوفهم شنج وترح وراهم لكن بتقابلها باي وبتسألها عن لين تقول لها مش عارفة كل اللي عملته ان هي خليتها تقابل فو وتستنتج ان اخ باي هو السبب في اخد فو فيروحوا سوا يلحقوه لكن بيلو اخ باي بيتعاون مع فو وتستنتج باي ان هي قد ايه كانت غبية لان فو كان مرتب لكل حاجة من البداية وعارف ان باي هتئزلين لما تحاول تديله الكاس وصورها عشان لما يفسخ الخطوبة معاهم مايقدروش يضغطوا عليه باي حاجة فتمشي شنج فيروح وراه من غير ما حتى يبص على باي فتغضب وتقول لاخوها ان حلمات تتجوز فوق وهلا مش تعرف تعيش فيروح وراه ويمسكها اهدي وان هو ادل لين فلوس كتير عشان تعرف تعيش حياتها بأمان وتكون هي مش مسدها اللي هو عمله وان لين كانت مجارة الطعم تقول له انت مخيف يقول له انت اخر شخص المفروض يقول كده انا مخيف هنشوف ازاي ويشيلها ويبعدها اتأسفي على اللي قلتيه ويحاول يقرب تضربه ويمسكها ويقرب تعده وتيجي تمشي يحضانها تقول له سبني امشي يصرخ ويقول لها لو سبتك تمشي مين اللي هيخليني انا امشي قصد ان هو محبوس جواها وان هو بيحبها بجنون واول ما ترجع الشركة يجري عليها هو ويقول لها اخيرا شفتك ويشوفها وفوفها تبعده ويقول لها فوق تعالي المكتبي وتقول شنجل هو ان مش ممكن يعمل كده لان الناس ممكن تفهموا غلط ويعزمها على العشا لكن هي بترفض لكن هو بيصمم ويثبها ويمشي قبل ما ترد وتدخل لفو ويكون غطبان ويمسكها اهل رجع حبيبك القديم مش قادرة السبيل الدرجة دي انت بتحضنيه في الشركة فتقوله ان مفيش اي حاجة بينها وبينها وتدخل بي فجأة وتشوفهم وتمشي شنج وتروح وراها بي وتسألها هو حبيبك هو ولا فو اللي انت كنت تقصديه فاينادي عليها هو لانها هياخدها للمطعم ويمشو وتتصل باخوها ايدور على معلومات على شنج لانها حاسة ان في حاجة بينها وبين فو يسألها هو انت كنت دايما بترفضيني بسبب فو تقوله ايوة فيمسك ايديها لو هو اكبرك على اي حاجة قوليلي وانا هساعدك تقوله لأ وتبدأ تقوله هي ليه مع فو لان من ثلاث سنين كانت محتاجة 2 مليون علشان جراحت امها وعملت عقد معاه مقابل الـ 2 مليون دول وانها مش هتعرف تسيبه بسبب مصاريف علاج والدتها فيارض عليها انه يساعدها وانها يقدر يخرج والدتها من المستشفى وياخدهم هما الاتنين ويسافروا برا فتوافق وتبعت الرسالة لفو ان هي مستنياة ويكون معاه فستان فيلغي الاجتماع عشان يروح لها بسرعة يرجع البيت يلاقيها لابسة فستان جميل وكمان حطها لعطرة اللي هو بيحبه يستغرب لانه عمره ما حطته ابدا فتقوله ان هي بتحبه وعايزة يكون سعيد وتطلب منه انه هي تشوف امها بكرة لان ده عيد ميلاد والدتها فيوافق ويروح معها السكرتير يوصلها لكن بترفض يدخل معها لغرفة والدتها وتروح تلبس ملابس ممرضة وتاخد والدتها وفي نفس الوقت بيتصل بهو ويقوله انه هياخد شينج منه وانه مش هيعرف مكانها وهو سبها لي لمدة 3 سنين ولو عايز يعرف مكانها يكتب له مشروع الفندق وكل الاسهم فيتصل فو بسرعة بالسكرتير عشان يشوف شينج مع امها فيلاحظ امها مع ممرضة لبسة قناع يحاول يوقفها تقفل لأسانسير بسرعة وتحاول تتصل بهو تلاقي تليفونه مقفول وتقول لازم المرة دي اعرف اهرب لكن لما تخرج بيكون فوف وشها وياخدها على البيت تقول له سبني امشي يرفض لما تدفعي لأول الديون بتاعتك ومصرف علاج امك والفلوس اللي دفعتها مقابل ديون اخوكي تقول له هدفعها يمسكها هتدفعيها ازاي دي ملايين طريقة ايه اللي هتدفعي بيها انت زي ابوكي شريرة ونكرة للجميل فتضربه اوعاتين والدي يضحك ابوكي واحد سيء اتخلص من شخص تتصدم انت عرفت ازاي انت كنت تتحقق من عالدي يمسكها انت ملكي قاطف ظلي جنبي وبس ويمسك اديها ويحاول يقرب تبعده ويكون بعث لهو عقد مزيف لمشروع الفندق هو تروح شينجل هو واول لما يشوفها يفرح جدا ويسألها هو انت هنا ليه ويجي يمسك اديها تبعد عنه وتقول له هبعت الملفات للمدير وتمشي يمسكها ويسألها هو انت لسه غضبانة مني انا عشرحلك تقول له انا مش عايز اسمع من الافضل ما تكونش هنا في المستقبل وفجأة يحضنها جامد ويقول لها انا بجد ما كانش قصدي انا كنت خايف انا عشرحلك وتحاول هي تبعد عنه بكل قوتها ما تعرفش ارجوكي تديني فرصة تانية وفجأة يشوفهم فوق ويقول له هو هو انت في البيت يقول لهم فوق شكلي جيت في وقت غلط انا آسف هو تروح له شينجل وتقول له انت خلتني قابله بالعمد انت بتحاول تختبرني ويسألها مش بردك انك تقابلي الشخص اللي خانك مش دي حاجة مصير للاهتمام تدينه الملف وتيجي تمشي يقول لها انا هروح رحلة لمدة اسبوع تعالي معايا لكن هي بترفض يهددها ان هو هيتصل بعيلته تقول له خلاص اروح معاك وتروح بيلي اخوها وتقول له ايه السور دي ازا يتجرق يخدعني وتسأله هي فن شينج يقول لها في رحلة مع فو تقول له احجز ليه تسكرة ويروح فوي قابل جده ويقول له لما امك ماتت شركت جدك وقعت في ايد ابه وعيلة بيه كمان دخلت شريكة دلوقتي فندوقك اكتمل الوقت اللي جه انك تنتقم فيه يقول له ما تقلقش ويقدم له شينج ان هي السكرتيرة ويشوفها جده ويقول ليه حاسس ان هي مالوفة ليا هي جبه حد عرفه ويمشو ويقول جده هي دي بنت شونج مستحيل ازا هيقع في حب بنت عدوه اللي تخلص من امه ويروحوا الفندو ويقول لها هو انت لابسة لأسويرة علشان تلفتي نظري ويمسك اديها ويقرب منها وتسيجي بيه وتشوفهم سوا وتحس بيها شينج وتبعده وتضربها بيه على وشها يقول لها فونج مجنونة وتيجي تمشي تقول لها بيه استني يقول لها كفاية تقول له انت بتضحك علي هو انت فعلا ما اعتبرني خطبتك يقول لها من بكرة هفسخ الخطوبة او مالكيش علاقة بيه تاني تقول له ازاي تتجرق هو انت مش خايف من اخويا ياخد الارض يقول لها اخوكي ما قالكيش انت قلتك في مشكلة تقول له انت بتكذب علي يقول لها لأ لكن مهما حصل هفسخ الخطوبة ولما يرجع كل حاجة سرقها مني هسيبك وتروح بيه لشينج وتقول لها انت خدعتيني وكنت بتشوفيني وانا وفو بنت خاني اكيد انت كنت فخورة بنفسك وتيجي تمشي تمسكها بيه وتقول لها لو انا شلت وشك ده تعتادي فو هيبصيلك تاني تبعدها انت مجنونة تقول لها ايو انا مجنونة انت واحدة حقيرة كنت بتغري خطيبي خلتيني مجنونة تقول انا عمري مع غريد حد هو بيهددني بحياة امي انت مش عارفة تمسكي غريد ضحية اللي زيك انت سيئة وكمان شخصية غبية تقول لها على اقل مش بنت واحدة شرير انت مش عارفة ابوكي ابوكي هو اللي تخلص من امه فو بتعتقد ان هو بيحبك قد ايه هو بس بينتعن منك وتكون شنج مصدومة انت بتقولي ايه وتسيبها بيه وتمشي وتروح شنج شاقتها وتدور على دليل وتلاقي جريدة مكتوب فيها ان والدها هرب بعد الحادثة وتبكي من الصدمة وتقول اتضح ان والدي هو اللي عمل كده مستحيل ويروح فوق قبر امه ويقولها ان الفندق بدأ يشتغل ولما انتهي من الناس اللي ازوكي روحك عتكون في الجنة وتيجي شنجي وتسمعه يقولها بتعملي ايه هنا تقوله انا عرفت انت امك كانت الضحية اللي ماتت بسبب والدي انا بتأسف بالنياب عن والدي وتتأسف يرمي الورد ايه اللي في ايديك ده امشي من هنا قبل ما اغضب عليكي تركع وتقوله انا اسفة جدا والدي خد الجزاء اللي يستحقه قلتي كانت بتدور على قيلة الضحية طول السنين دي لكن عمري ما توقعت ان هي تكون جنب طول الوقت انا اسفة يمسكها ويقولها دي دموع التمسيح واسفك ده مش هيعوضني على ازيت امي ويقربها من اب رمه ويقولها امي خيت ابوكي وكان عاطل وقالته السواق وبعد كده ايه اللي حصل ابوكي عضي اليد اللي اتمدتله انتي ما تستحقش تكوني هنا ترفض يقولها خليكي هنا ركعة لحد مرضى ويثبها ويمشي وتفضل ركعة في التلج وهو بيتفرج عليها وتفقد الوعي ويجرى عليها ويتخد ويرجعها البيت ويعتني بيها ولما تفوق يقوم من جنبها تحاول تقومي يقولها بتعملي ايه تقوله هفضل ركعة لحد ما طرده يرفض تقوله اعمل ايه عشان تكون راضي يقرب ويقول لها ارضى ده انتي لو عادت عمرك كله ركعة مش هرضى ويروح هو يقابل بي عشان يتعاون مع عائلتها لكن هي بترفض ويثبها تفكر ويروح فوي يشرب ويقول مش قادر اصدق انه وقعت في حب بنت عدوي ويجي صاحب شركة يان ويتكلم معاه وتيجي شنجي ويتصدم انها هنا يطلب من السجارتير يوصلها لكن ايام بيحاول يقرب منها ويمسك ايده فوق وياخدها ويمشي ويمسكها جامد انتي هنا ليه انتي كنت عارفة ان الرجل ده مجنون كان معجزة انك تخرجي من هناك لو انا ما كنتش معاكي انت رخيصة تقوله ايوه انا حقيرة عشان كده جيت هنا من اول مكالمة تليفون اتصلت بيا انا عارفة انك بتكرهني انا وابويا مش عايزة عزبك تاني احنا ننفصل يولا للدرجات دي مش قادرة وعايزة تسيبيني وعايزة تدوالي على حد غيري ايه رأيك عايزاني يعرفك على ناس غنية تقوله اه يمسكها جامد ويقولها مش كل الرجالة سهلة زي انا بنصاحك تكوني جنبي تضحك وتقوله انا رخيصة اوي في عينيك انا مقدر عيش من غيرك يبعدها ويقولها طيب المسافة 30 كيلو للمدينة مش انتي بردك هتروح لوحدك ايه رأيك تمشيها بالكعب العالي لحد هناك او تحني رأسك دلوقتي تتأسفي على غلطك والكلام اللي قلتيه ترفض وترفع رأسها وتمشي وتسيبه فيركب هو العربية ويمشي وهي تكون بتبكي تقول انت قلبك قاسي جدا تيجي فجأة عربية وفيها ناس وياخدوها ويشوفها ويجري عليها لكن مش بيلحقها ويودوها عندي يان ويحذروهم صحابه لان فهو ممكن يغضب لانه هو خد المرأة بتاعته ويدرب صاحبه اللي قال كده تتصدم شنج ويقول له يان مين ده اللي خاف منه وبيقول للناس كلها ان فهو ولا حاجة وان هو مش خايف منه ويحاول يان يقزيها تضربه فيغضب جدا ويبدأ يضربها جامد ويجي فو ويدربه على راسه ويشيلها ويتطمن عليها ويأمر الحرس يدمروه ويكون السكرتير مسكه ويقول له يان عايز تضحي بكل حاجة علشانها سبني دلوقتي وإلا خليك تندم ويدربه السكرتير يقول له فو انت لتندم طول عمرك على الحركة دي يسأله هو انت لمستها فين يقول له يان لمستها بس دانبوستها وكمان فيه تفاصيل تانية لو عايز تسمع تصرخ شنت انت كذاب انت ما لمستنيش يضحك يان ويقول له فو انت لازم تتعلم درس ازاي تعيش من غير ايدك اللي لمست بها شنج ويؤمر الحراسي قطاعه دي يتصدم يان ويقوم عشان يضربه لكن ينشوفه فو ويدربه هو ويمسح رجله ما كانت ضربة ويشيل شنج ويمشي تقول له نزلني لكن هو بيرفض يقول له انت مش شايفة اللي حصلك النهاردة تقول له كل ده سببك انت يقول له انت مش بتشكريني حتى وينزلها اوهي تفهمي غلط انا ما عملتش كده عشان بهتم بيكي انا عملت كده عشان مش بحب اللعبة بتاعتي حد يوسخها تقول له فهمة وعارفة كما انا عارفة ان اسفي مش هيعوضك عن حاجة وهستقيل من بكرة وهي حاجة دهالي هرجع هالك وتيك تمشي يمسكها انا مش اسمحلك شنج اسمعيني كويس افضل طريقة ليكي عشان تعيشي انك تكوني جنبي ويوهي حتى تفكر انك تقدر تمشي ويسيبها ويمشي وتبكي هي وتفقد الوعي يبص عليها الورا يتخد ويوديها المستشفى وييجي الدكتور يقول لها انت حامل ولازم ترتاحي تتصدم وتقول له انت قلت ايه انا حامل يقول لها ايوه تمن اسابيع هو انت مش عارفة وتلمس بطنها وتكون مصدومة دكتور بترجاك اوعى تقول لأي حد على حاملي لو قب الطفل عارف انا متأكدة انه هيخلينا نزله وييجي فوه يسأل الدكتور طبعا هي مرتبكة وخايفة يقول الدكتور هي بس اتعبانة شوية ولازم ترتاح ويقع الجنباء ويقول لها انا عرفت حاجة مهمة تحب تعرفيها تتصدم هي يقول لها انه عايز يتعاون مع بي وهم خططوا علشان الحدثة بتاعتك تسأله هو هيعمل كده ليه يقول لأ انا قلتلك قبل كده مفيش راجل كويس زي ويجي تصال لهو ان الشنج كويسة يتصدم هو وبي تتعصب بي عليه وانه خيب ظنها وياريت ما يعملش كده تعني والمرة الجاية المفروض يأذيها كويس وتسيبه وتمشي وياخد فوه شنجة عند والدها تقول له ارجوك والدي دفع التمن ارجوك ما تداقهوش تاني يقول لها انت فاكرة انك تداري تصلح الوضع حتى لو خسرت حياتك امي عملت ايه عملت ايه غلط عشان تموت ابوك استغل طيبة امي وضيع حياتها وشدى بالعافية ويروحوا عند قبر ابوها يقول له لو امي كانت عايشة ما كانش فيها اي حاجة تحصل تقول له انا اسفة امي كانت محتاجة علاج ووالدي خد الطريق الغلط وعمل الحدثة دي وهو اسفك هيرجع امي للحياة تاني ويمشي ويجو ناس عايزين منها فلوس لان اخوها مدين ليهم وانت اخته فهاتي الفلوس دي تقول لهم مش هتفع حاجة ودوروا على اخويا فيجيبوا اخوها قدامها يقول له اختي ارجوك اخر مرة هلعب معاهم ام اكبروني العب معاهم يقول له لو عايزة تنقذي اخوك ادفاعي تقول له انا مش معايا فلوس يقول له خلاص ممكن تتجوزيني بدل ما تدفعي الفلوس دي تضربه شنج يتعصب عليها الرجل بيقول لها اختاري تقول له انا مش هتفع اي حاجة هو يتحمل مسؤوليت نفسه يضربه اخوها جامد وهي هتكون هتموت من الخوف عليه يقول له الشرير لما ضربتيني دلوقتي قلبي هو اللي وجعني دلوقتي عايزك تبوسيني قطع ويد ايه رأيك ولما يحاول يلمسها يجي فجأة فوق يضربه بكل قوته ويدربهم كلهم ويجي واحد منهم يضربه تحميه هي وتيجي تضربة فيها ويروحوا بيها بسرعة المستشفى وتكون بيه هناك وتشوفهم ويخرج من العمليات الدكتور ويقول لي فوق ان الامة والجنين كويسين جنين ايوة هي حامل في 8 اسابيع هو انت ما تعرفش وتسمعهم بي وهي مستخبية وتتصدم ان شنجة حامل ويروح لها فوق كل غضب ومع ورق الحمل يقول لها انت حامل ليه ما قلت ليش تقوله ده ابني انت ملكش دعوة بيه يقول لها نزيل الطفل وانا هعوضك ما تقلقيش تقول انت كل حاجة في حياتك بتقسها بالفلوس يقول لها انا ابو الطفل ومن حق اقول يفضل ولا لأ تقوله طفل ده مش ابنك يوم ويقول لها العمليات تعمل بكرة الصبح انا حجزت المعاد انا مش اسمحلك تخلى الطفل ده تتصدم وتشتمه وتصرخ ويكون هو بيبص على ورق الحمل هو ده ابني يا دكتور يقول ل الدكتور ان الجنين خطر على حياة الام وممكن يسبب لها النزيف وتموت بعد كده وعلشان صحتها اقترح عليك ان لازم الطفل ده ينزل فقرب وقت ويكون موجوع من اللي حصل ويتصله بيه من المستشفى ان هي هربت يروح وياخدها من ايديها عشان العملية تتحيل عليه سيبها يقول لها اسمعي الكلام وانا هادر اديك طفل تاني وكمان هاديك كل الاطفال اللي انت عايزاهم في المستقبل واعملي العملية دلوقتي وتعمل عملية وتكون حزينة جدا يقول لها حتى لو عجبك ولا لأ ما كانش ينفع ان احتفظ بالطفل ده تقول له مش عايزة شوفك اطلع برة ويجي اخوي يتطمن عليها ويتأسف لها ان هو شرب كتير مع اصحابه ويلعب معاهم وبقى مديون اقسم لك مش هعمل كده تاني تقول له هتفتكر يا صدق يقول لها انا عملت كده علشان يكون معايا فلوس لعلاج والدتي ويدرب نفسه يقول لانا غلطان وتقول لاخوها ان هي مش مصدقة ان ابوها عمل كده وان فيه حد لفق تهمة لي ويكون فو سامعهم ويقوم راسكارتير يدور في الموضوع وتروح بيل اخوها غدبانا الشنجة حامل من فوه لكن هو بيقول لها ان فوه خلها تنزل الطفل تقول له ان لازم اتجوزه محدش غيري هياخده وتطلب المساعدة من اخوها ويروح اخوها لعمه فوه ويقول له خلي فوه يتجوز اختي وكمان عايز منك اتنين بليون يرفض يهدده انه هيكشف السر وانه هم تخلصوا من امه فوه سوا وتسمعهم مرات عمه وتتصدم ويشاول له على المكان اللي جنبه اللي هم تخلصوا منها فيه ويفتكر عمه ويتعصب على اخو بيه ويقول له الفلوس تبقى عندي بعد ثلاث ايام ويسيبه ويمشي وتاخد مرات عمه ابنها وتكونها تتجنن مش عارفها تعمل ايه وابوك تخلصوا من امه فوه يتصدم طبعا وتقول له نطلب من ابوك اتنين بليون كده مش هيكون لنا فلوس لما ابوك يموت عشان نورسها يقول لها ما تقلقيش انا هتصرف ابنك هيكون رئيس الشركة هو تروح لها صاحبتها وتقول لها سيبي فوه هو اذاكي كتير تقول لها عندك حق فوه كان غلطة من البداية وابني ده هيكون بعيدة عن اي حاجة من دلوقتي ماليش علاقة بيه هو تروح تزور امها ويكون فو بيرقبها ويقول لو ابوك فعلا ما ازاش امي يعني كل اللي انا عملته فيك كان غلط وظلم ليك ازاي خليك تسامحيني دلوقتي واتحرك امها اديها ويقول لها الدكتور ان هي ممكن تصحى وتكون هي مش مصدقة ويقول لها الدكتور انت ازاي هنا هو انت مش لسه عامل عملية اجهاض ازاي انت مش في السرير ويقول لها ان الرئيس فو طلب معالجتها من الحمل لانه كان خطر عليها ويروحوا لبيت اخ بيه ويقول له انه عارف السر بتاع امه فو وتروح شنجل بيت اخد شنطته ضمها ويشوفها فو تقوله المفتح هناك وتمشي يحضنها ولما تيجي تمشي يحضنها بكل قوته تقول له سبني يرفض يقول لا انا بحبك وعمري ما اسيبك عمري ما ازيكي تاني انا بحبك ويبكي طوره دي كانت غلطة من البداية ولازم نصلحها وتسيبه وتمشي ويبكي هو من حزنه وترجع بيتها وتشوف فرع الارض ويكون جواب من ابوها ويقول ان عمه فو هو اللي تخلص من امه وخلانا تحمل المسئولية بداله انا اسف على لانا سببته للعيلة انا اخترت اتخلص من نفسي ويتصدموا ان ابوهم ما عملش اي حاجة غلط وان هو بريء يقول لها اخوها اللازم نقول لفو تتصل بفو تعالي عايزاك عايز اقولك على حاجة يجي لكن اخو بي بيكون مستنيهم بالعربية وفو بيحدف شنجي بعيدة عنها ويتخيبط هو ويروحوا المستشفى وتحكي للسيكارتير على اللي حصل تقوله انا السبب انا طلبت منه ييجي يقول لها السيكارتير ان هو كان بيحبك من زمان لكن ما كنتيش تعرفي هو اللي عينك سيكارتيرا ليه لما انقصتي زمان تتفدم هو ليه ما قليش ويقول لها الدكتور تمدي على العملية وبعدين يقول لها الدكتور ان العملية فشلت وانه هيكون قاعده مشلول ويروح الدكتور يتصل بهو واخه باي ويقوله ان هو عمل اللي هو قال لهم عليه ويفرحوا هما الاتنين وتقعد شنجي جنبه وتقوله فوق لكن بيجي هو يقول لها فو تعبان ومش حاسس اكيد انت حاسة بالوحدة تعالي معايا انا عمري ما اكون مع واحد موارف زيك ويحاولي قرب منها يجي السيكارتير ويدربه ويتصل باخه باي ويأكد له ان فعلا فو مش حاس باي حاجة وان هو يتطمن ويروح يرمي كل حاجة بتاعت فو من الشركة عشان يكون هو الرئيس يضرب السيكارتير لانه بيحاول يمنعه ويترده من الشركة ويقعد على الكرسي بتاعه وهو فرحان جدا ويروح يحتفل هو وامه ويحرقوا صورة امه فوه وتيجي شنج علشان تمنعهم يضربوها ويحرقوها قدامها وتروح هي الفوه وتعتني بيه عشان يصحى وتمشي هي ويصحى فوه ويشوفوا السيكارتير ويكون ابن عمه في الشركة ويقول لهم انه خلاص بقى الرئيس الجديد وكلهم يوافقوا لانه هو الابن الوحيد اللي فاضل فجأة يدخل فوه ويتصدم كلهم ويتطمن على شنج لو هي كويسة ويقول للموجودين يلا نكمل الاجتماع ويقول انه هو هيعاقب كل اللي وافق يكون هو رئيس الشركة ومعاقه دلة ضده لكنهو بيتعصب ويحاول يأذيه والحراس بياخدوه وتروح الشرطة توبط على عمه ويقول لها فوه ان ابوها بريء وانه عمه هو اللي عمل كده ويتأسف لها تقول له انت انقصت امي كده احنا متعدلين او بيطلب منها فوه فرصة تانية تقول له انا خلاص حبي انتهى انا عايزة اكون مع امي دلوقتي ويعيش كويس ولما تمشي ياخدوها عصابة وتكون بي تقول لها بي اخوية سجن وانت ساق في كل حاجة يجي فوه وتقول له لو قربت هخلص على حياتها انت خليت حياتي جحيم واخوية تسجن يقول لها ارجوكي ايه وتأذيها تقول له ارقع تقول له للدرجات دي بتحبها تعال نشوف بتحبها قد ايه وتقول له خد ده وتخلص من نفسك لو بيحبها فعلا تقول له شنج لا ارجوك شنج انا آسف انا بحبك وتصرخ شنج وتروح هي امها واخوها عند عبر والدها وانه براته ظهرت وفجأة يجي فوه ومعاه ورد ويقول لها كل حاجة كانت غلطتي وانا كويس دلوقتي تقول له انت ازاي بتدحك لو ما كانتش الشرطة جد في الوقت المناسب كان زمانك دلوقتي متخلص من نفسك يقول له يعني انت كنت تقلل انا علي انا آسف كل حاجة كانت غلطتي ممكن تديني فرصة تانية عشان اصحى خطأي تدحك وتمشي ويشيلها وهي مبسوطة وتنتهي الدرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر